رغم مراعاة افلام اكوايت بليس لتفاصيل كتير في حياة البشر تحت تهديد الوحوش اللي لو سمعتلك حسة هتهبشك على طول برضو في شوية حاجات متعاملناش معاها خالص يعني مثلا ايه اللي ممكن يحصل لو حد كح لو حد عطس لو حد شخر وهو نايم لو حد لمؤخذة تقرع بند الغازات ده كله على بعض ونعمل معا ايه يعني عادي تلاقي واحدة بتشتكي وهي بتهمس كده المرحوم قلت له بلاش يتقل في الكرومب في الغدب موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جيدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو اكوايت بليس 2 وهو الجزء التاني لفيلم اكوايت بليس اللي تعرض سنة 2018 وهو عرض جديد سينمائي بالكامل شكلها بتدت ندعه طبعا المراجعة دي مش هيكون فيها اي حرق الاحداث فيلم اكوايت بليس 2 بس ممكن جدا نتطرق لبعض تفاصيل الجزء الاول بشوية حرق وهو عموما لو حد ما شافش الجزء الاول ما ينفعش يشوف الجزء التاني فلو حد من حضراتكم ما شافش الجزء الاول افضل يقفل المراجعة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوفه ولو حد فعلا حيقفل ياريت يدوس لايك ويشترك في القناة لو ما كانش مشترك وكده يعني احداث الفيلم بتبدأ بشرح ايه اللي حصل في اليوم الاول من هجوم الوحوش وبعدين بنلتقت الاحداث بعد مرور دقايق من نهاية الجزء الاول اسرتنا دلوقتي فقدت الاب ومضطرت سيبتها وبيسلكوا طريقهم على امل انهم يلاقوا حد يساعدهم متسلحين بالخطة الجديدة اللي بتساعدهم على قتل الوحوش وحماية نفسهم وطريقهم بيقودهم لصديق العيلة القديم امت اللي تقريبا فقد الامل بالكامل وما عندوش اي استعداد لخوض اي مغامرة سواء لانقاذ الاخرين او حتى انقاذ نفسه خصوصا انه زي ما بيشرح طبيعة البشر دلوقتي بقت مختلفة ولكن مع ظهور ادلة على وجود مكان امن ابطالنا بيدخله في حالة خلاف فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم اكوايت بليس 2 عنده افضل تسلسل افتتاحي شاهدته في السينما يمكن من ساعة التسلسل الافتتاحي بتاع الجزء الاول فلاش باك لليوم الاول من هجوم الوحوش اللي هو قبل احداث الجزء الاول كلها خلونا فاكرين اننا دلوقتي عارفين كل حاجة محتاجين نعرفها عن طبيعة الوحوش وطبيعة تهددهم وكمان عارفين ان ابطالنا نجوا وعاشوا لابعد من اليوم الاول على الاقل ومع ذلك الشد العصبي في التسلسل ده في اعلى درجاته اعلى كمان من الشد العصبي في التسلسل الافتتاحي بتاع الجزء الاول لانه بيتناول التجربة من كذا منظور وبيتلاعب بزوايا التصوير بحرفانة كبيرة ودراميا بيقدم حاجات كتيرة اوي حاجات كبيرة وواضحة وحاجات محتاجة عدسة عشان تتشاف بنبص على تفاصيل جديدة في طبيعة اسرتنا وعلاقات افرادها وبنزرع بعض البذور الدقيقة اوي بذور حنرجع نحصدها بعد كده في لحظات رائعة خلال الاحداث بعد كده سلسلتنا بتستعيد النمط بتاعها زي الجزء الاول احداثنا كلها عبارة عن عدد من الساعات بنرائب عن قرب اوي وتقريبا ما بنسبش ابطالنا الا وهم نايمين بنحس ان احنا معاهم وعايشين في وسط سراعهم نفس نمط الجزء الاول اللي برضو بدأ بفلاشباك وبعدين عشنا فيه يوم صعب في حياة الاسرة برضو زي الجزء الاول ابطالنا في الفيلم ده بينفصلوا هما الحقيقة ممكن يكونوا بينفصلوا اكتر وابعد من الجزء الاول كمان كل واحد فيهم بيبقى بطل قصته قصة مليانة رعب ومليانة ألم ألم نفسي وألم جسدي قصة كمان مليانة احمال بسبب الخسارة والندم كل ابطالنا خسروا حاجات كتير اوي في قصتنا بعضهم خسر حياته وبعضهم خسر أقرب الناس ليه وكلهم حسين بالمسئولية بشكل أو بآخر وإمكانيات فريق التمثيل بتساعد ان المشاهد يحس بدا في كل لحظة هما ناس خايفين على حياتهم بس أكتر من كده هما كمان خايفين من انهم ما يقدروش يشيلوا المسئولية اللي عليهم مش عايزين يخذلوا نفسهم ومش عاوزين يخذلوا حد بس كان فيه مشكلة فنية في الانفصال ده وهي في طريقة المونتاج في الانتقال من مكان للتاني حسيتها في بعض الأوقات مربكة وقرب النهاية حسيت ان التوازن ما بين زمن التواجد في الأماكن دي ما بقاش موجود ويمكن دي كانت من الحاجات المميزة جدا للجزء الأول ومش ده العامل الوحيد اللي بيكسر التشابه ما بين الفيلمين يعني مثلا فلسفة السكوت والسكون كانت هي البطل في الجزء الأول المرة دي هي لسه لاعب مهم طبعا ولكنها مش اللاعب الأهم كمان حسيت ان الفصول بتاعتنا أقل رغم ان المواجهات مع الوحوش أكتر مما يترتب عليه كمان ان عنصر الرعب في الفيلم ده أوضح ورغم وجود طريقة للمواجهة المرة دي غير السكون عجبني جدا ان ما تمش استهلاكها عمال على بطال هي في النهاية طريقة مش عملية قوي خصوصا لما أبطالنا يكونوا في حالة حركة ده ساهم في ان نتيجة المواجهات تبقى غير متوقعة ولاننا شفنا بعنينا قبل كده ان الخسارة شيء وارد الخوف بقى ملموس أكتر والخوف ده تم دعمه في عدد من المرات بشوية خضات بلدي كده ومكانها الطبيعي هو أفلام الرعب الخيبانة ولكنها فعلا كان ليها إضافة وسعدت في رفع حالة التوتر كل أبطالنا من الجزء الأول بيرجعوا في الجزء ده حتى لو من خلال الفلاشباك بس وده شيء منطقي يعني والإضافة بتاعتنا هي كيليان ميرفي في دور إيمت الأبناء درجة تفوقهم التكسيدي ما زالت مرتفعة جدا ورغم أنهم في مركز فصول المغامرة يمكن أكتر كمان من الجزء الأول ولكنهم بيتراجعوا شوية في الصراع الدرامي حتى إيفلين اللي بتجسدها إيميلي بلانت مش موجودة أول مرة دي في مركز الصراع الدرامي وده على الرغم من أن عندها مشهد بالتحديد ما يطلعش من أي ممثلة بصوا يا جماعة الأفلام اللي أحدثها مطلحقة زي الفيلم ده بتشكل تحدي كبير قوي على المستوى التكسيدي لأن فيه تحولات كبيرة بتحصل على مستوى القرارات والقناعات والمواقف بعضها الأحداث والمواجهات بتفرضوا وبعضها بيقع في حجر الممثل اتفضل اتصرف اقنع الناس إنك غيرت رأيك أولي أصعب من كده واللي عملته إيميلي بلانت في الفيلم ده اقنع الناس إنك قدرت تغير رأي حد تاني كل الممثلين في الفيلم كان عندهم درجات متبينة من التحدي ده بس اللي هي عملته بالتحديد زي ما قلت شغل ممثلين كبار قوي الصراع الدرامي الأكبر في الفيلم ده هو في الحقيقة بتاع إيميط بيبدأ من مكان وبينتهي في مكان تاني خالص وزي ما قلنا الأحداث متلحقة والفصول قليلة والمواجهات كتير فهو من الآخر لازم يسرق اللحظات اللي يقدر من خلالها يعبر عن التحول ده وبشكل تدريجي بالإضافة لإنه محتاج يملى مكان جون كرازينسكي اللي كان رائع في الجزء الأول ومع كيليان ميرفي ما حستش إن أنا مفتقد أي حاجة الحقيقة كمان حسيت ببعض اللي انت عاش في نقاط المقارنة ودي مقارنة الفيلم نفسه دعا ليها في أكتر من مناسبة كواحدة من أهم محركات الدراما ليه كان عامل إزاي وقمت عامل إزاي ليه كان بيفكر في إيه وقمت بيفكر في إيه ليه كان بيتصرف إزاي وقمت دلوقتي ممكن يبقى ليه ولا لأ وكل ده متوازن جدا مع الفصول بتاعة المغامرة مواجهات قليلة جدا اللي موجودة عشان الإثارة وبس كل حاجة في حالة تحرك دائم كل مواجهة بتحرك المغامرة وبتحرك التوتر والرعب والدراما توازن رائع بيثبت تطور كرازينسكي اللي بيرجع في الفيلم ده ككاتب للسيناريو وكمخرج بيحافظ على الروح بتاعة الجزء الأول وبيقبل تحديات وتعائدات أكبر وبينجح فيها بشكل كبير أكوايت بلايس 2 فيلم حلو قوي بيدي للمشاهد كل شيء ممكن يتوقعه توطر رعب مغامرة دراما زمنه مش طويل وده في الحقيقة شيء موفق لأنه بيغطي فترة زمنية قصيرة وأنا عن نفسي ما حستش أن فيه حاجة مش مخدومة ممكن يكون فيه درجة ملأمة مرتفعة شوية في النهاية خصوصا في عنصر التوقيت يمكن عشان عنصر المغامرة يطغى بشكل أكبر أو يمكن حتى لخدمة الدراما بشكل أسمى بس هي في كل الأحوال نهاية لو حسست حد بعدم الارتياح ممكن يكون عنده حق تقييمي لفيلم أكوايت بلايس 2 هو 8.5 من 10 أتمنى أشوف جزء ثالث وأتمنى يكون الجزء الأخير مناقشة الحلقة في رأيكم مين الممثلين اللي خادوا تجربة الإخراج وكانوا متميزين في الكنين ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ألف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو وإنستجرام وبي باي